اشتركوا في القناة حدثتني الهجرة ألا أحزن على شيء خسرته وراح مني وضاع مني لأن كل مهاجر مؤكد أنه ترك أشياء كثيرة في بلده وخسرها لكن كل ذلك بقضاء وقدر من الله تعالى قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور فكل مهاجر لما بيخرج أكيد كان عنده أحلام يحب أن يحققها في بلده ولكن ربما ما استطاع وبدأ الآن في حياة جديدة في أرض المهجر فعليه أن يسعى لأجل أن يحقق تلك الأحلام أو ربما تتغير أحلامه إذن كل مهاجر ممكن أن يبدأ ولابد الله عز وجل ما يوفقه عندما يضع ثقته بالله تعالى وعندما يسير في قوانين السكة التي سكها الله تعالى للمؤمنين وللناس بشكل عام كل من يمشي على هذه القواعد الكونية الإلهية في العمل من التعب من الجهد من البحث من الصدق من الوفاء بالعهد من الإتقام في العمل لابد أن ينجح سواء كان مسلم أو كان غير مسلم هذه قوانين إلهية موجودة في الكون هاجر رضي الله عنها وأرضاه أيضا تغيرت عليها الدنيا كلها خسرت كل شيء كانت مع سيدنا إبراهيم نبي الله خليل الله كانت معه زوجة في بيت المقدس ومعها ولدها إسماعيل تتنعم بتلك الصحبة فعندما هاجرت إلى مكة خسرت كل شيء لكن رضي الله عنها وأرضاه رضيت بقضاء الله تعالى وما حزنت على ما خسرت ما خسرت وإنما قامت من جديد وفعلا بعد زمن تأسست أمة كاملة كلها تدعو لهاجر وتقتدي بهاجر رضي الله عنها وأرضاه سيدنا مصعب بن عمير مثال المهاجر الذي ترك كل شيء وكل نعيم الدنيا وكل الرفاهية والعز الذي كان فيه من أجل دينه وهاجر في سبيل الله تعالى تعرفون أنه كان من أعطر شباب مكة وأنه كان يلبس أغلى الثياب كانت أمه غنية جداً وتلبسه وتدلله وتنفق عليه فلما أسلم حرمته من كل شيء ثم هاجر إلى الحبشة مع من هاجر ومع من هرب من بطش قريش ثم عاد إلى المدينة ثم عفوا إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة في المدينة بدأ حياة جديدة وأسس دعوة جديدة أكثر أهل المدينة أسلموا على يد مصعب بن عمير قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام كل الزعماء الذين أسلموا في المدينة أسلمهم سيدنا مصعب بن عمير فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان أكثر أهل المدينة قد أسلموا واستعدوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بفضل مصعب بن عمير الذي بدأ في أرض المهجر مشروعه الجديد لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اصحبني في سفري وخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني بارك لي فيما رزقتني أنا أحتاجك يا رب أحتاج أن تبارك لي في كل شيء ترزقني قد يرزق الله تعالى العبد وقد لا يبارك في هذه الرزق قد يختفي الرزق بسرعة وقد يبارك الله تعالى في ذلك فينفعه مدة طويلة والذين خرجوا من ديارهم وخرجوا من بيوتهم وخرجوا من أموالهم تركوا كل شيء قد يكونوا خرجوا بطوع إرادتهم وقد يكونوا قد خرجوا بقصرا وخوفا وابتعادا عن الفتن قال تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين لو خرجنا من بيوتنا نتمنى أن تكون الأرض والسماء تبكي علينا إذا كنا صالحين ولنا آثار إليك آثار جيدة في بيتك في مزرعتك في معهدك في أصحابك لك آثار جيدة في الطريق تمشي إلى الله تعالى تمشي إلى سبيل الله إلى الدعوة إلى الله إلى العبادة إلى معونة الناس كل هذا عمل صالح أنت مشيتي فيه في حياتك فالأرض تبكي على فراقك السماء تبكي على فراقك لكن إن كنت عاصية إن كنت بعيد عن الله إن كنت أيضا بعيد عن أمر الله تعالى أو كنت ارتكب المعاصي في تلك الأراضي فلن تبكي عليك السماء ولن تبكي عليك الأرض ولا حتى الملائكة أما الطائع المؤمن فإذا غادر فإن الله تعالى يأمر الملائكة أن تمحي ذنوبه وأن تنسى ذنوبه التي فعلها في تلك الأماكن وفي تلك الأراضي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما خرجوا من مكة إلى المدينة مهاجرين خسروا كل بيوتهم كل أملاكهم وجاء أقرباؤهم من المشركين استولوا على أملاكهم والنبي عليه الصلاة والسلام ترك بيتين البيت الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام وترعرع فيه والبيت الذي تزوج فيه السيدة خديجة فهذين البيتين جاء عقيل ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام استولى على هذا البيت وباع هذا البيت وأخذ المال واستولى أيضا على أموال علي بن أبي طالب وأموال جعفر وأمهاني إخواته يعني أخذ كل أموال إخواته وأموال النبي عليه الصلاة والسلام وأملاك وتاجر فيهم إلى بلاد الشام كما تعلمون هذا عقيل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وكل المشركين من كل من له قريب أسلم وهاجر استولى على أرضه وعلى داره فالمهاجرون خسروا كل تلك البيوت ولكن الله تعالى عوض عليهم فما مات أحد منهم إلا وكان أميرا على قطر من الأقطار كل الصحابة كلهم فتح الله عليهم في الدنيا وفي الآخرة في رزقهم وفي علمهم وعاشوا للدنيا وعاشوا للآخرة وبوأ الله تعالى لهم أماكن وفرص عمل وحياة كريمة النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد فاتحا إلى مكة فسأله الصحابة أين تنزل يا رسول الله هل تنزل في بيتك؟ قال وهل أبقى لنا عقيل من دار؟ عقيل أخذ كل الدور وما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسترجع هذه البيوت ممن اشتراها من عقيل إنما تركها لهم وخيم عليه الصلاة والسلام خيمة في الحجون قريبا من قبر السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وكأنه يقول يا خديجة أنت شاركتني أيام الصعاب أول الدعوة وكنت معي وسانتيني وأنفقتي من مالك وأنا الآن أشاركك فرحة النصر وفرحة فتح مكة فما رضي النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل في بيت أحد ونصب خيامه ونزل في منطقة الحجون بصراحة إحنا المجتمعات المدنية الآن الغربية وغيرها تعمل إلى تطوير وتحسين الحياة الدنيا ومصالح الدنيا لكنها تسعى إلى قتل الروح قتل داخل روح الإنسان والإنسان لا يمكن أن يعيش من دون ما يمكن يعيش روحه فالإنسان جسد وروح الجسد يأكل ويتمتع بالحضارة والعلم والرفاهية وزينة الحياة الدنيا ولكن الروح لا تتمتع إلا بلقائها بالله تعالى لا تتمتع إلا بصيلتها بالعبادة بالسؤال لذلك أتمنى من كل مهاجر أن يبحث عن الجماعة الإسلامية ويلتزم مع شيخ مع عالم مع أصدقاء مع أحباب يعينونه على ذكر الله تعالى هكذا الحال بالنسبة للمهاجر يخسر آخرته في سبيل أنه يظن أنه يعيش وينجح ويفوز في هذه الحياة الدنيا لم أكن مصبر كنت مضطر أترك بنادي وأقصد مكان فيه أحلام فيه أمال فيه المنال ولم أدري بأن في الغربة أوزع فيها من صانى وفيها من ضع من يامل للدنيا تغري الطمع لم يدري بأن دنيا هو فاع ولولا أن في القلب يقين بمن خلق الإنسان شعوبا فلن تدري ما الخير فالخير بعلم ودين يحميك أدرك أين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر